لما حطتنا الأخيرة سلمة مع المهن والحرف السورية القديمة اللي ما زالت عم تحافظ عليها ورغم كل ظروف الحرب اللي عم تعيش البلاد ما زال الحرف السوري يناضل للحفاظ على الحرف والمهن السورية القديمة التي تعد تراث وإرث حضاري تتوارث الأجيال والعوائل القديمة اليوم بصباحنا غير راح نصلت الضوء على حرفة الرسم النباتي على الخشب مع شيخ كار الحرفة عرفات أوطا باشي سعد صباحك وهلا وسهلا فيك على شاشة الخبارية صباح نوري أهليم السهلين نيسا صباحك صباح نوري بالبداية خلينا هيك نتعرف من حضرتك عن حرفة الرسم النباتي تحكي لنا شوي عنها أمتا بلشت وقدي عمرة هلا مثل ما بتاعتي حرفة الرسم النباتي على الخشب هي منها الحرف الديمشقية بامتياز يعني حرفة تقريبا صالحة 1400 سنة من أيام الدولة الأموية نشأت واتطورت وظهرت أسس وقواعد الزغرفة فيها وكان أعمال كبيرة للحرف الديمشقي طبعا الحرف الديمشقي هو اللي قام بهالأعمال بمختلف بقاع الدولة مثل المسجد الأخصى المسجد بني أمية وتوالية الأعمال طبعا كل فترة من الفترات كان فيه إلى طابع مميز إلى وبصمة فنية خاصة فتلاقي مثلا العصر الأموي يختلف عن العصر العباسي يختلف حتى عن الدولة الفاطمية يختلف عن العصر الأندلسي كل فترة تطورت الزخارف وأصبحت لها ميزة ومباشرة من خلال نظرة واحدة بإمكانك تعرف أنها أندلوسية أو عباسية أو فاطمة أو حتى حديث خلينا نقول بالأعمال الحديثة طبعا البيوت الدمشقية الأديمة أي بيت الدمشقي أديم ما بيخلى منها الحرفة بتلاقي الأسقف مزينة ومزركشة إضافة للجدران بتكملها الحرفة الثانية لطعطي جمالية القاعة الشرقية طبعا كمان الأديم له ميزة له جمالية حتى وصلتها الحرفة سميت بالديهان الدمشقي سبب تسميتها حتى أنه بالديهان الدمشقي أنه صارت شيء أساسي بالبيت الدمشقي الأديم يعني شلون الدهان هلأ بالبيت ما في بيت إلا ما بتلاقي الدهان هو الأساسي صارت هي هي الحرفة هي جزء أساسي من موروثنا الصقافي طبعا هي كمان من الحرف المسجلة بتراسنا غير المادي لدى اليونسكو يعني تعتبر هوية وطنية وتعتبر امتما قتلك سورية بامتياز تراس نحن نحن نحكي عن الرسم النباتي على الخشب هو يعد من الحرف السورية القديمة وتراس سوري مع بعض الأعمال رح نحكي عننا ونحكي أنتم من العوائل تيمكن القليلة أو الوحيدة اللي بعدها محافظة عن هاي الحرفة عم تقديم هلأ لحنا عائلتنا هي كانت مثل مالك متل ما بتعافي عائلتنا هي بالأساس هي اللي حافظت على الحرفة خلال فترة طويلة نشرناها بمختلف العوائل يعني هلأ مثلا بتلاقي حتى العوائل اللي بتشغل الثاني في صلة قرابة بيننا وبينها طبعا هون مثل مالك شايفة الرسم النباتي طبعا ميزة الزخارف بشكل عام أنه هي بتجمع ما بين الرسم النباتي والرسم الهندسي ورسم الخط يعني أنواع الخطوط كاملة فبتلاقي الزخارف النباتية مثل مالك شايفة هي الأساس ووفق قواعد وأسس يعني سواء مكان التناظر التوازن الإنسجام ما تزال إلى الآن مستعملة وعن نطبقها طبعا مثل مالك شايفة هون نحن نستعمل الألوان الشرقية لكن نحن غير مقيدين بالألوان الشرقية يعني ممكن الحرفة قابلة للتطوير ندخل عليه ألو قابلة للحداثة ممكن أي لون فدائما بالنسبة للألوان مثل مالك شايفة هل هي الألوان الشرقية والألوان الباردة كون المناخ بشكل عام عنا أقرب للبلودة فبناخد الألوان الشرقية والألوان الباردة لكن ممكن حسب وضع المكان تختلف الألوان يعني لما نقوم بتصميم أي أطعام نغير الألوان بناءً على المكان اللي هي اللي حتوضع فيه هاي الأطعام فينا نقول بيقدروا ويحطوها على الحات ممكن تستخدم مثل فترينة صغيرة هل هي تسمى كازية تعرفي مثل كان أيام زمان يحطوا الكاز هو الأساس للإنارة هلأ حالياً عم تستعمل بالبيوت الحديثة مصباح الكاز الأديم كانت نحط عليها سمضية هلأ هلأ عم يحط صمضية وأحتى أحياناً يحطوا كازة صغيرة لأنه مثل ما تقولي إحياء للتراث وحتى عم يكون من تراثنا السوري بنفس الوقت خلينا نحكي أكتر عن هاي الأطعام هم حاولنا نظهر ما بين جمالية الخط العربي بأنواعه المختلفة لأن مثل ما تعرفي الخط العربي إلو جمالية خاصة وصحر ورونق خاصة اللي تميزت فيه كمان ديمشق اللي هي كانت المدرسة الشامية هي أساس كل أنواع الخطوط هاللي زهرت فيما بعد يعني أي خط ظهرت فيما بعد أساسه هو المدرسة الشامية هاللي انطلقت منها أنواع الخطوط كاملة مثل ما تشايفي هون جمعنا بين الرسم النباتي وما بين زخارة في الخط هلأ إن كانت تكون هالأعمال صغيرة بس هي فقط لنقل الصورة لكن هي دائما الأعمال بتكون بشكل كبير بتشوفيها مثلا بالأسخف لما بتفوتي على أسر العظم لما بتفوتي على القاعة الشامية بالمتحف الوطني لما بتفوتي لفلال وقصور كبيرة بتلاقي دائما لازم تلاقي البصمة السورية موجودة بمختلف بقاعة العالم حتى بالمتاحف العالمية بتلاقي القاعات الدمشقية هي والقاعات السورية هي والشرقية هي الأساس اللي الزوار بيجوا عليه يعني سواء بنيويورك أو بألمانيا أو حتى بكولا لمبور يعني من الشرق للغرب أي متحف عالمي بيحب يغتني قاعة كاملة من هذه الأعمال لحتى يظهر مدى اهتمامه بالتراث العالمي طيب كان إلك عدة مشاركات عرفات بعدد من المعارض كان آخرها سحر التراث خلينا نحكي عن هاي المعارض وأهمية المشاركة فيها ونحكي عن معارض سحر التراث هلا هو بشكل عام لحنا خلال فترة الأزمة استمرنا بالعمال ووضعنا بنصب عيننا أنه لازم نزيد من حجم الأنشطة ومن حجم المعارض فخلال هالفترة إذا أنت بتلاحظي زادت المعارض بالنسبة للحرف التراثية خصوصا الحرف التراثية المهددة بالانقراض كان آخر معرض بالنسبة لي كان معرض يتعلق بالرسم عموما دمجنا فيه ما بين الرسم الزيتي من جهة وما بين الرسم النباتي وما بين الرسم على الزجاج فكان معرض جميل جمعنا فيه ثلاث أنواع لنظهر السحر وجمال التراث السوري ووجهنا من خلال هذا المعرض رسالي لكل العالم لا يعرفوا مدى قدرة الحرفي السوري وهو عبارة عن فنان أكثر ما يكون حرفي لأنه لا يكفي أن هذه الحرفي إذا ما كان فيه فن وأساسه هو الفن ما بين جهة فيها الإنسان وهذا هو الفرق بين حرفي وما بين فنان وحرفي يعني دائما فبتلاقي لحنا بالنسبة لنا للأعمال الأعمال الشرقية بيحاجة ليد عاملة كثيرة لكن دائما بيكون القائد هو شخص واحد هو اللي بيقود المركب هو اللي بيصمم هو اللي بيوزع الألوان هو اللي بيرسم اللي بينهي الأعمال كلياتها باغ الدرجة الثانية بيكون عبارة عن حرفي يعمل بالحرفي فهذا هو الفرق بين الحرفي وما بين الفنان بهذه الحرفي يحلنا بن خلال معرضنا ومن خلال ندواتنا وأنشطتنا أنه نربط ما بين المفهوم الأكاديمي وما بين المفهوم الحرفي فجمعنا ما بين العلم من جهة وما بين الحرفي من جهة تانية زإننا الهوة ما بين المفهوم الأكاديمي و ما بين مفهوم الحرفي عندنا إحنا لدينا كتير ولا أكاديم يمتعد للغاية العمارة أو في فنون أو السياحة أو التراث هذه الأنهم نتدرسوا التراث لكن المصطلحات تختلف عن المصطلحات الحرفية نحن جمعنا بيناتهم أصلنا نوصل فόkokياً الحرفي بهذه المصطلح و مما يعني دراسي أكاديمي بهذه الحرفة حتى صار في هلأ مثل ما بتعرفي صار في عنا رسالات للماجستير بالحرف التراسية وهذا شيء يعني حتى الدكتوراه فهذا شيء جميل ورائع يعني صرنا نفخر فيه أنه وصلنا لهذه المرحلة بالحرف التراسية توصل أنه صارت تاخذ فيها شهادة الدكتوراه فهذا شيء جميل ورائع ودائماً نحن مثل ما قلت له هدفنا كبير ومن انبسط لما بنعمل أي دورة تدريبية لما بنعمل أي نشاط لأنه عم ننقل فيها الفن وطبعاً بمساعدة وسائل الإعلام وسائل الإعلام إلى دور كبير بالتسليط على هالحرف لأنه لولا وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وقناتكم بالذات إلى دور كبير بهالمجال يعني خصوصاً بالتسليط على الحرف التقليدية السورية فانتشرت على مستوى العالم يعني خرجت صارت تظهر حتى للطبقات العادية فبلشنا هلأ نعمل حتى أعمال مثل ما لك شايفة صغيرة لتكون بمقتنى أي فرد لا يعرف أنه تراسنا هذا موجود بيجو بتلاقي من برات البلد خصوصاً يأخذوا باب يوك صغير أنه ما فيهم يأخذوا باب يوك كبير مثل أسر العظمة كذفة فصرنا نعمل نمازج صغيرة تكون كمان رسالة ويعني متما تقولي رسالة من دمشق ومن سوريا إلى كل العالم من خلال هذه الحرف هلأ نحن متما أتلك أسياد العالم فيها نعم يعني أستاذ عرفات كل حدا ممكن يزور سوق المهنة اليدوية هالركن اللي موجود فيه كتير من الحرف اليدوية السورية عفواً الأصيلة اليوم أيضاً أنتوا مقتصر وجودكن والتعريف بهذه الحرف داخل سوق المهنة اليدوية صرنا نشوفكم بمعارض برات حكي لنا عن هذه التجارب مشاركتكم بمعارض خارج سوريا هلأ بشكل عام نحن الحرفي خلال هذه الفترة ورغم الحصار على سوريا استطاع الحرفي السوري أن يشارك بمعارض خارجية ويكون سفير سوريا بالخارج سفير بأعماله سفير بأخلاقه نقل أخلاق وفكر المواطن السوري الشريف والمواطن السوري المدافع عن بلده من خلال أعماله لما طلع شارك ولما حصد جوائز عالمية خلال فترة الأزمة تحصد جوائز ومراكز أولى هذا الشيء الكبير بالهند أخذنا جائستين خلال ثلاث سنوات متعاقبة كان في ثلاث جوائز أخذنا في المركز الأول هلأ مثلا خلال بنهاية هذا الشهر لدينا مشاركة كمان للهند وإن شاء الله لا يرجعوا الحرفيين إلا أنهم جاءوا معهم المركز الأول بموسكو طلعنا شاركنا بإيران طلعنا شاركنا طبعا حتى بدول الخليج اللي هي فارضة حصار طلعنا شاركنا بلبنان شاركنا حتى الحرفي السوري كان سفير بمختلف دول العالم يعني نحن خلال الأزمة في كتير دول حاولت تستقطي بهالحرفي السوري وتنسب هالحرف لكن في كتير حرفي سوريين رفضوا يعني إليك لا كثير قدمت مغريات رغم المغريات لكن الحرفي السوري عنده حرفته هي تمثل عرضه وتمثل وقنه بالختام سيدة عرفات كل ما بتحب توجهها يمكن للحرفيين السوريين اللي عم يناضلوا اليوم للحفاظ على هذه الحرفة ولدعم الحرفيين نحن بنعرف أن أكثر العالم متضررة اليوم هو الحرفي السوري لأنه كان يمكن تمويله الرئيسي القطاع السياحي القطاع السياحي متضرر بشكل كبير بسبب الحرب لم يبتو حب توجهي هاي الرسالة هلا لحنا الرسالة الأولى بوجهه للحرفي السوري ومنقبل يد كل حرفي سوري مثل ما منقبل قدم كل جندي سوري خصوصا أنه المعارض الخارجية على حسابكم على حسابنا كاملة هاي الرسالة الأولى الرسالة الثانية منوجهها لحكومتنا ولقيادتنا نتمنى يكون فيه هناك دعم حقيقي الحفاظ على الأسواق الموجودة إقامة حاضينات جديدة لنستقطب هالحرفي هالي عانى خلال هذه الفترة هالي لحنا صعب نعوده يعني لحنا الحرفي أحنا الحرفي بالحرف التراسي يستمر ثلاثين سنة لا يتعلم هالحرفي أو عشرين سنة فما الصعب تعويضه نتمنى يكون فيه مثل ما قلت لك حفاظ على الأسواق إقامة أسواق جديدة وتقديم دعم من خلال يعني تكون على الأقل الشحن يساعدون بالشحن حتى لو كانت أسكرة الطيارة بالمعارض الخارجية لننقل الرسالة مثل ما قلت لك هالحرف للخارج بتكون رسالة جميلة أكيد إن شاء الله بنتمنى صوتكم يكون وصل عبر شاشة الإخبارية السورية وبننا نتشكر وجودك معنا كثير شكرا كثير لوجودك أهلا وسلم عرفات أوطة باشي شيخ كار الحرفيين بالرسم النباتي على الخشب شكرا لموجودك معنا نتمنى أن توفي لجميع الحرفيين السوريين شكرا كثير لك شكرا كثير شكرا للك شكرا لك